انقطاع التيار الكهربائي بات جزءاً من يوميات اللبنانيين هذه العائلة تعاني من انقطاعات مستمرة في الوقت الذي بات فيه تعلم الأولاد عن بعد في ظل جائحة كورونا ما يفرض الحاجة إلى استعمال الانترنت وبالتالي وجود الكهرباء الكهرباء أصلاً عم تيجي بين أربعة أو خمس ساعات بس ما فيه وقت محدد فبدك تضطري والموتار إياما سيقطش الانترنت يعني اضطرينا بالآخر أن نشتري UPS منشان نقدر نخلي الانترنت ماشي وزا أيام حتى الموتار بينقطع فبتطري مثلا تخلي UPS يمشي الانترنت ويام تستعمل شمعة يام تستعمل يعني رجعونا على عصور الوسطى بلبنان المشكلة نفسها تعانيها الشركات والمصانع والمعامل بشارة صاحب معمل خشب وحديد لا يستطيع أن يؤمن كلفة الاشتراك في مولدات الكهرباء الخاصة لتأمين حاجته من الكهرباء ما يجعله تحت رحمة الانقطاع المتكرر وما ينتج عنه من تدنن في إنتاجية مصنعه الكهرباء كتير عصب أساسي للشغل هون لأنه تكوني عم تشتغل بتروح الكهرباء ونحن معملنا بده ثلاثة فاز مش تنين فاز لنقدر نشغل كل المكانات ما بيعودوا يشتغل والاشتراك مكلف مثل ما أنت عارفك يعني عم نتكيف بالزور لأنه عم تروح كتير الكهرباء يا أكتب علمك في كهرباء راحت أزمة الكهرباء في لبنان قد تتجه إلى مزيد من التفاقم في ظل ما يتردد عن احتمال توقف مصرف لبنان المركزي عن دعم استيراد المحروقات في المرحلة المقبلة بسبب تناقص احتياطية من النقد الأجنبي عجز لبنان عن تأمين هذه الخدمة الأساسية يعود حسب مراقبين إلى الفساد وسوء إدارة ملف الطاقة والسياسات التي تستند إلى الحلول الجزئية والموقتة لتأمين الطاقة في استهتار بالمصلحة العامة وفي تغليب للمصالح الخاصة بيبدو من ظاهر الأمور أن تبتغي السيطرة على الاستثمارات بقطاع الكهرباء وحتى الماء على مدى سنوات مقبلة بهالطريقة تأخر تنفيذ بعض المشاريع وتعذر تنفيذ مشاريع أخرى وتم التمديد للبواخر ولمقدمين الخدمات وكل ما هناك وما زلنا حيث نحن تقريبا مضطرين لندفع بالعملة الأجنبية ومضطرة الدولة وخزينة الدولة لدعم هذا القطاع بحوالي 2 مليار دولار سنويا وفي حال تراجع قدرة الدولة عن تأمين الكميات المطلوبة من المحروقات سيعمد أصحاب المولدات الخاصة إلى رفع كلفة الاشتراك أمر قد لا يستطيع اللبنانيون تحمله في ظل الأزمة الاقتصادية الضغطة في مقابل سيناريو متشائم يتوقع أن يتجه لبنان نحو العتمة بحلول نهاية العام الحالي ثمت سيناريو آخر متفائل يعويل على قدرة وزارة الطاقة على شراء المحروقات عبر الشحن السريع والمحدد وبين السيناريوهين ما لدى المواطن حيلة سوى الانتظار رودين أبي خليل الحرة بيروت